اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من عافيت حال السلف في هذا الشهر العظيم يعجز البيان عن وصفها اقتداء بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه بحيث لا يملك الإنسان إذا سمع أخبارهم في رمضان في هذا المضمار إلا أن يتحسر على وضع الأمة المزري في هذه الأزمان حيث تكثر مزاولة كثير من من ينتسب للإسلام في هذا الشهر للمنكرات ويعكف كثير منهم على الآلات المحرمة ومشاهدة القنوات التي تبث السموم القاتلة من الشهوات والشبهات إلا من رحم الله ومن أسلم الناس من يسهر ليله في المباح وينام في النهار فلا لذة في صيامه ولا حضور في قيامه ولا تدبر في ثلاوته والله مستحان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا